تقع في بدا تيموي بمنطقة خوتان بمنطقة سينتيان ذاتية الحكم لقومية الويغور شركة مايبيتو لتربية الدجاج وتصنيعه تمتد الشركة على مساحة شاسعة تبلغ 500 فدان ويبلغ إجمالي استثماراتها 1.12 مليار يوان وهي تضم سلطة تصنيع وإنتاج مترابطة متكونة من ثمان صنعات تربية الدجاج فقص البيضة تربية الفراخ تصنيع ومعالجة الأعلاف ذبح الدجاج ومعالجته معالجة الأسمدة التعبئة والتغليف والخدمات اللوجستية تعتمد الشركة نموذج المؤسسة مع التعاونية مع المزارع مع القاعدة الإنتاجية وهو ما يعني أن جزءا كبير من الدجاج المعد للدبح والتصنيع يأتي من مزارع ومداج القرويين والمزارعين في القرى المجاورة الذين وقعوا عقود تعاون مع الشركة لتربية الدجاج بمجب هذا التعاقد تخضع الشركة المزارعين المتعاقدين معها لتدريب موحد يتعلمون خلاله كيفية تربية الدجاج والعناية بها على أسس علمية وبعد التدريب الذي يدوم شهرا تسلمهم شتلات الدجاج والعلف كما تبقى على اتصال دائم بهم عبر زيارات تفقدية تقوم بها فرقها البيطرية بين الحين والآخر لمراقبة المداجن وأسليب التربية وتطعيم الدجاج من أجل ضمان سلامته بطرق علمية تدير الشركة كافة أعمالها سواء في مرحلة التربية والتي تهتم فيها بضرورة توحيد الشتلات والعلف والتطعيم والتدريب وغيرها أم في مرحلة التصنيع والتي تعتمد على سلاسل إنتاج دكية وعلى يد عاملة مدربة تعمل كأنها في خليجة نحلين في الماضي كنت رابط بيدي وكان زوجي العائلة وحيد لي ولولدي بعد عملي في المصنع منذ مايو الماضي تحسن دخلنا بفضل راطب شهرية وأن الآن أريد أن أجتهد في العمل لأسبا مشرف على ورشة على غراري قولي مليكة تشغل هذه الشركة العملاقة ثلاثة ألاف ومائتين وثلاثين عاملا فقيرا من القرى المجاورة من إجمالي ستة آلاف حاملين ورغم حداثة عهدها إلا أنها أثرت بشكل ملحوظ في الوضع الاقتصادي المحلي الذي بات أفضل مما كان عليه في السابق قبل العمل في المصنع كنت أعتمد على مجنيه كمزرع بسيط لأولى وسرتي لكن الآن بفضل دخلي من العمل في المصنع أصبحت حالة المدية أفضل وأصبح ابناء يعمون بحياتي أكرام إن تغيير واضح جدا في حياتنا تضم شركة ثلاثة عشرة قاعدات لتربية الدجاج وتفقيس البلد وأربعين تعاونية لتربية الدجاج وتقوم شهريا بذبح سبعة ملايين دجاجة لكن منتوجها لا يقتصر على لحم الدجاج المجمد فقط بل يشمل أيضا كل مشتقات الدجاج المصنعة كالنقانق والمشاوي وغيرها ويبلغ الحجم الإنتاجي السنوي لمشتقات الدجاج 72 ألف طن سنويا تصل إلى كامل منطقة سينتيان ذاتية الحكم لقومية الويغور وتتجاوزها إلى نقاط أخرى في البلاد وحتى إلى البلدان المجاورة بفضل 140 شاحنة تبريد ضخمة كذلك توفر شركة عربات لبيع الأكلات السريعة من مشتقات الدجاج المصنع مشروع قد يبدو بسيطا الوهلة الأولى لكنه بات مصدر رزق جيد لألفي شخص حتى الساعة ومكنهم من تحسين مداخلهم السنوية وتخليصهم من الفقر شركات عدة ضخمة من قبيل ميبيتخو ساهمت في وقت وجيز في رفع مداخل 37 ألف فقير وضخ الروح في قلوب أعياها الفقر وكاد أن يفقدها الأمل في التخلص منه وباتت القطار السريع إن لم يكن فائق السرعة الذي يحمل المحليين إلى المحطة التالية محطة العيش الكريم